اشتركوا في القناة قد يلوم علينا بعض الناس في التعليقات ودي بتبقى تعليقات سلبية وانا طبعا يعني هذه التعليقات انا لا اعتريها اهتمام فهي لا تصدر الا من جهلة لا يفقهون شيئا وطبعا كلمة جهلة ليست سبة كما يزعب البعض يقول انت بتشتم بتقول الناس جهلة ايه طبعا انا جاهل في علم الطب وكده لما حدي مثلا يقول لي انت تجهل في علم الطب انا ازعل فيهم انا بالفعل انا اجهل في علم الهندسة انا اجهل في علم البيولوجيا لكن في مجالي لا اجهل فيه وانما انا متخصص فيه فاللي بيحاول يلوم على حد او بيحاول انه يخطئ اي شخص في اي مجال ليس في هذا المجال فقط ينبغي قبل ان تخطئ هذا الشخص هل انت اعلم منه حتى تخطئه هل عندك دراية بالشيء اللي انت بتذكر بانه خطأ عندك دراية به اذا لم يكن عندك دراية به وان لم تكن مقتنعا دعك من تخطيء الناس اذا لم يعجبك الكلام اتركه اخرج انما انت لا تفهم شيئا انت خرافات ده اساطير دي ناس جهلة تعرفش حاجة ده اردنا نتكلم عن بعض الرؤى التي تبشر بالغنى اذا ممكن يحصل اقسم بالله ممكن يحصل وده حصل معايا انا شخصيا يعني انا شهادتي لنفسي مجروحة لكن في رؤى بالفعل بتدل على الغنى ايوة رسالة من الله زيها زي اي رسالة زيها زي اي رؤية ما المانع في ذلك اول رؤية معانا وهي رؤية النزول العسل من السماء رؤية في غاية الجمال رؤية تدل على انك سيأتي عليك يوم وسيكون معك مالا كثيرا باذن الله تبارك تبارك تعالى رؤية لبعد كده رؤية الميت يأتيك في المنام ويكون ميتا معلوما ويعطيك ملابس او ثياب جديدة غنى قادم اليك مال مال كثير مال مشكلة في ذلك رؤية لبعد كده وهي رؤية ركوب الفرس الابيض مال قادم اليك ان شاء الله تبارك تعالى رؤية لبعد كده وهي رؤية كثرة التبول كثرة ايه كثرة التبول بغزارة هي في الاصل تدل على قضاء الحاجة ده للشخص اللي عنده هموم ومشاكل وعقبات وصعوبات في الحياة طب الشخص ما عندهش الكلام ده تدل له على الغنى ان شاء الله تبارك تبارك تعالى رؤية الحوائط الحوائط ولكنها في المنام مطلية بالفضة هذه الرؤية جميلة جدا تدل على قدوم الخير والمال الكثير ان شاء الله تبارك تعالى رؤية العقد الذهبي للمرأة المطلقة هذه الرؤية تبشرها بالغنى والغنى الفاحش كمان يعني سبحان الله العظيم رؤية اللي بعد كده وهي رؤية شرب زيت الزيتون عندنا في القرآن في مطلع صورة ربنا تكلم عن التين والزيتون فهي رؤية محمودة جدا تدل شرب زيت الزيتون تدل على قدوم خير كبير وهذا الخير قد يتمثل في المال او في غيره فهذه الرؤية محمودة جدا 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 ان شاء الله تبارك تعالى هناك بعض الرؤية اللي يعني سبحان الله العظيم كثير من الناس مش هتفهمها زي ممكن تخاف منها كمان زي مثلا رؤية الدود على الملابس رؤية جميلة جدا الدود على الملابس والثياب ايوة هذه الرؤية تبشر بالمال الكثير بالغنى ان شاء الله تبارك تعالى رؤية اخذ شيء من الميت بغض النظر الميت معلوم او مجهول ولكن هذا الشيء الذي اخذته ثمين جدا غال الثمن هذه الرؤية تدل على قدوم المال الكثير تدل على الغنى ان شاء الله تبارك تعالى اخر رؤية معنا وهي رؤية سماع خبر وفاة شخص عزيز علي يعني بالله عليكم اللي هيشوف الرؤية دي هيأم بزوع وهيتصل على الشخص ده اللي هو عارفه اللي هو شافه مات وشخص ده عزيز عليه في الحقيقة انت كويس انت مش عارف كده تمام الرؤية جميلة جدا تدل على قدوم المال تدل على الغنى تدل على الثراء ان شاء الله تبارك تعالى سامحوني على الإطالة وسامحوني على المقدمة التي ذكرتها في البداية لان كثيرا من الناس للأسف الشديد يعني يتكلمون بما لا يفهمون فانتظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته